ترجمة نانسي قنقر حققوا مراكز متقدمة في التصفيات النهائية إلى جانب الطلبة الحافظين للقرآن الكريم كاملا وحفظة 27 جزءا وبهذه المناسبة أكد الوزير واهتمام الوزارة بحث الطلبة والطالبات على المشاركة في مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم داخل مملكة البحرين وخارجها إلى جانب قيام الوزارة بتنظيم جائزة وزارة التربية والتعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية بشكل سنوي منوها الوزير بالدور الذي يقوم به مركز رعاية طلبة الموهبين في رعاية الطلبة المتميزين في حفظ القرآن الكريم من خلال إصدار تسجيلات صوتية لأولئك الطلبة ضمن مشروع اقرأ وارتقي وجها شكره للطلبة وأولياء أمورهم على الجهود التي بذلوها والمستوى المتميز الذي ظهروا عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر